السلام عليكم ومرحبا بكم يا اغلى مشاهدي مرحبا بكم فيديو جديد ونهار جديد وكيف ما معودكم دائما اه كنجيبكم اخبار الحصرية لمسلسل جوجوجو واليوم اخوتي اخوتي في هات الحلقة غادي نعرفوا اه ما غاديش تصدقوك من اللي غادي عرفه اه اديب ان ياسمين هي في الاصل راح اخطو يعني اللي غادي الانسان اللي غا يبغي يتزوج بيها لانها كيف ما شفتوك ورغم انهم ما فاهمينش الاو انه غادي يتزوج بيها ولكن الصدمة الكبرى هي من اللي غا يعرف ان ياسمين الاخت دياله كيفاش وش كل اللي غادي يقوله لي وكيفاش غادي عرف بقاوا معايا في هات الفيديو اكيد غادي تعرفوا كل شي وكيف ديما مسلسل جوجوجوه مسلسل درامي بامتياز الاحداث مأخوضة من الواقع وحتى لاحظتوا الناس اللي مشاركين في هاد العمل الدرامي فكين منهم ناس حقيقيين كيمتاهنوا مهنة التسول وكيف ما شفتو ياسمين غادي عفوا اديب غادي يبدأ يحترم ياسمين خصوصا من اللي غادي تخرج لي الام دياله من الحبس وغادي يفكر فيها وغايفكر في الجيس اللي دار لانا فغيموا ياسمين كيف ما كانت كتفقى انسانة حتى هي وعندها قلب وعندها كرامة فياسمين كيف ما شفتو قالت لاما الا راجل ما نبغيكش تشريه لي بالفلوس وحتى انا عندي الكرامة والراجل اللي غادي نبغيه خاص يكون كي بغيني لشخصي ماشي تشريه لي وتعطيه لي كيف ما معوداني ديما المهم اخوتي اخواتي اللي بغيت نقول لكم غادي نبدأوا اول حاجة بمحجوبة محجوبة اللي الماضي ديالها يعني ما زال ما اتطرقش للمسلسل وما زال ما دخلناش لانها محجوبة عندها بزفت الاسرار مخبياها وما كيقلاهاش في بداية المسلسل ولكن غادي نعرفوها في الاحداث القادمة اول حاجة شكونا هو ببت ياسمين شكونا هو راجلها ومعامن ولداته وللاحظو فمنتو بداية المسلسل علاقة ببسطوف ومحجوبة كتبال لكم ماشي علاقة عادية يعني ببسطوف كيخاف على محجوبة بزاف ونفس الشيء محجوبة تهي كتخاف عليه وردى ليه البال واللي قال هاليها كتديرها ما كتعاوش معها الهضرة وهاطيه واحد القيمة كبيرة هاد الشي كله راه من وراه ان محجوبة وببسطوف كانت عندهم علاقة مع عضا ديتهم فاش كانوا صغار ومحجوبة حملات من بسطوف لكن بسطوف ما بغاش هادك الولد وقال ليها بانكي غدي تطيحي لكن محجوبة رفضات وما بغاش وهكا تخاسموا وتفارقوا مع بعضياتهم وتما محجوبة شدت طريق وبسطوف شد طريق وصافي وبقيت كتقاصر راسها في الحمالة ديالها وولدتها لانها بغايتها ومتشبتها بهذه الحمالة فطريقها اطلقت مع علال اللي قال ليها انا غدي نوقف معاك حتى اتولدي هاد الولد ولكن للأسف علال كانت نيتو خبيتها لانه هو اصلا مملف كيبيع ويشري في الوليدات فبنت لي محجوبة لهوتا ديالا وفعلا ساعدها ووقف معاها حتى ولدات وداروا لهذه الدواء باش تغيب وما تبقاش عاقلة على راسها وتما هز هديك الابنية وداها التورية اللي كانت بغا تعطي للغالي ونفيس باش تربي ابنية هو كيف ما شفتو وخا محجوبة طلقت معا علال وقات لي فينا هي بنتي وقال ليها راها ماتت وفعلا اداها عند القبر لكن راها اكتشفت بان بنت ولدتها في 91 والقبر في 90 هاد الشي اللي كيبرر انه غير كذب عليها وان بنتها ما زال حية وإحساس الحجوبة كيقول بان بنتها ما زال حية وهاد الشي اللي غدي يدفعها انها غتبع علال وغتبقى تقلب عليه حتى غدي تعرف البنت ديالها علال ما غديش يقول لها بان بسهولة البنت ديالها فين كينا ولكن من اللي غدي يتنقد ليه ولده انيس للعلم انيس راه هتا هو ماشي ولد علال وغير مربيه من اطفال الشوال يعني هتا هو رباه وعلمه الطلبة وعلمه الشفرة وتعلم منه قعد صفات الخبيطة والنصب والاحتيال على الانسان وهات الشي اللي كنشوفوه في شخصية انيس هدك الانسان المحتى المخاذع اللي كي يظهر بصورة مالاك وكي يضحك على ابنات الناس لكن للأسف طاح في حب لينا وهات الشي اللي غدي يخليه يفق من القلبة وغي يحاول انه ينقد ما ضيع الاب دياله وما خسر خصوصا انه كي يبغي لينا بواحد طريقة جنونية المهم الاحداث مصيرية والاحداث فوق ما تصوره والاحداث شيقة بامتياز غادي نشوفو ايضا غادي نشوفو في الحلقات ما قبل الاخيرة انه علي غادي يبغي يحرق علال وغايعرف الفيلا دياله وغايمشي يحرقه وفعلا غايت تبعو محجوبة وهي اللي غايت نقدهم وهات الشي اللي غايتفعلها عند علال باش غادي يوريها البنت ديالها وفعلا محجوبة غايتعرف البنت ديالها وغايت بغي تواصل مع تورية باش انها تعرفها في توريها بنتها وتقول لها بانها هي امها لكن تورية غايت وقف لها ثم غادي نشوفو وجهه اخر وجه خايب التورية اللي غادي ترفض تماما ان بنتها تعرف الحقيقة دياله وانها مربية وغادي تبغي تقتل تورية عفوا تبغي تقتل محجوبة باش بنتها ياسمين ما تبغيش تعرف هاد الحقيقة هنا غادي نشوفو محجوبة غادي تمشي عند علي وغادي تخبره بالحقيقة وتقول لي بان بنتنا راه لقيناها وراه فين كينا وغا تنعت لي هالبلاصة فين كينا للأسف علي من اللي غادي عرف هاد الحقيقة غادي تصدم لانه كيشوف بان هديك البنت هي راه خاطيبة ولده وانها غادي تزوج به يعني غادي ما ما عرف ما غادي دير غا تكون تاني صدمة اخرى كبيرة بان من اللي غاي شوف ان ولده بغا يتزوج بغا يتزوج الاخت دياله اللي هي ياسمين غادي نشوفو من اللي توافق اديب مع ياسمين والأمور كلها مزيانة وكل شي بخير غادي خرج لي معلي من الجنب وغا يرفض هاد الزواج لانه عارف الحقيقة وعارف ان ياسمين هي بنتو حتى هي وهي خط اديب وحرام انها تتزوج به هنا اخوتي غادي نقول لكم نهاية لا فيديو نتمنى تكونوا في احسن صحة وفي احسن الاحوال وترقبوا جديدنا في الحلقات القادمة اشنو غادي يدير عليه وكيفاش غادي يوصل لولده وانه ما يتزوج به وخاصو يعطيه سبب مقنع تنونا في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة